شكرا ننسي أبدأ هذه الجولة على الصحف من صحيفة الأخبار ومقال الإبراهيم الأمين بعنوان اختبار الهشاشة وجاء فيه الصين الغابة البشرية اللامحدودة تدفع ثمن دخولها سباق التسليع في مواجهة عالم الأغنياء كل فائدها اليوم لا ينفع إلا في إعادة بناء منظومة حياة تواجه الوباء العظيم أما عندنا في هذه البلاد البالية فلا حاجة إلى أسئلة إضافية ها هم أركاننا يتنفسون على مناصب جديدة من قاد أو نائب حاكم أو مدير عام رعاة النظام من الرؤساء وقادة الطوائف يقاتلون بدراوة لحماية صندوق الهدري من دون أن يرف لهم جفن إزاء حاجة مستشفيات الدولة إلى أجهزة تنفس إنه العجز يختصر حال البشر اليوم فجأة تختفي الفروقات لا يبقى معنى لكل جهود الأشرار في تصديف البشر طبقيا وعرقيا ووجهيا ولا معنى حتى لأحلامهم الكبيرة بأوطان خالية من المتطفلين من بقية البشر لا زلازل ولا فيضنات طق هؤلاء شر الهواء المسموم كورونا أو اختبار الهشاشة العالمية لا يقيم وزنا لكل نقاشات البشر يهتم فقط بإظهار ضعفهم الكامل يهتم فقط بملاعبتهم عن طريق القبلة أو مصافحة لا فرق يهتم فقط بدفعهم إلى الجنون بحثا عن مجهول يقيهم شره المجهول المعلوم كورونا يهزنا كل لحظة صارخا بنا أنتم اللاشيء أنتم مثلي أنتم الهشاشة الكاملة مقال جميل جدا في صحيفة الأخبار هذا مختصر منه بقلم إبراهيم الأمين وأتابع هذه الجولة إلى مقال آخر من صحيفة اللواء هل تنجح حضنة الكورونا السياسية وكتب صلاح سلام الاستعدادات الطبية والاستشفائية لوحدها لا تكفي رغم ما رفقها من دعوات الرئيسين عون ودياب للتضامن والتعاون بين الجميع إذا لم تقترن بأجواء تهدئة سياسية تبرد أجواء التوتر السائدة في البلد على إيقاع الأزمات السياسية والمالية المستفحلة وإذا لم يبادر أهل السلطة إلى استعاب الأطراف المعارضة للعهد والحكومة والأخذ بعين الاعتبار مطالب الحراك الوطني في الإصلاح ومحاربة الفساد والابتعاد عن المزيدات السياسية وعدم الاستثمار في أزمة كورونا بعدا وطنيا وعمليا وذلك بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة في تعاون القوى السياسية لإخراج البلد من النفق المظلم الذي يتخبط فيه منذ أشهر لبنان بحاجة إلى هدنة كورونا تتيح فرصة العمل الجدي وتعزز فرص المعالجات المالية والاقتصادية وتطلق ورشة الإصلاح بفعالية بعيدا عن المصالح الفئوية والغراضية الحزبية وتستعيد بعض الثقة المفقودة بالحكم والدولة في الداخل كما في الخارج من صحيفة اللواء إلى صحيفة الجمهورية عماد مرمى الكتب ماذا قال قيادي في حزب الله لوزير الصحة مع تسيس كورونا الذي تلعب بجهاز المناعة الوطنية الهشة في لبنان أخذ خصوم حزب الله عليه مباشرة أو تلميحا أنه استخدم نفوذه للتأثير على قرارات الحكومة والحؤول دون اتخاذها التدابير اللازمة في الوقت المناسب لتطويق الفيروس فكيف تبدو الصورة من منظار الحزب لكن العارفين بما كان يجري في كواليس الحزب ومقراته يقدمون صورة مغيرة تماما لتلك التي يروجها خصومه ويلفت هؤلاء إلى أن الحزب كان حاسما في تجميد كل الزيارات إلى إيران على صعيد جميع الأطر التنظيمية والقيادية كذلك لجأ إلى فرض حج صحي إلزامي في داخل سوريا على مجموعة من طلابه الذين كانوا عائدين من الجمهورية الإسلامية إلى لبنان عبر مطار دمشق وبينما يصر البعض على اعتبار حسن ناطقا رسميا باسم حزب الله وجزءا لا يتجزأ من تركبته التنظيمية يكرر الوزير باستمرار أنه ليس منخارطا في صفوفه وإنما هو مناصر له ويروى أن قياديا كبيرا في حزب الله قال مرة لوزير الصحة حمد حسن مهما نفيت الهوية الحزبية ومهما حلقت ذقنك وارتديت ربط العنق لن يصدقوك ولن يتعاطو معك إلا على أساس أنك تنتمي إلى الحزب ومن صحيفة الجمهورية إلى صحيفة النهار وفيها كتب ردوان عقيل بر مع مساعدات من دون شروط سياسية حذار التدخل في التشكلات القضائية سأبدأ مع هذا الجزء الأول ولكن سبق ونفاه قبل قليل رئيس الحكومة حسن دياب ببيان ولكن هكذا ورد في هذا المقال صباح اليوم تجدر الإشارة إلى أن مسؤولا أجنبيا يتابع ملف اليوروبونت في لبنان أصيب بالكورونا وعاد إلى بلده والخشية أنه كان على تماس يومي مع عدد من المسؤولين اللبنانيين وكان قد سجل عتب بين الرئاستين الأولى والثالثة لم يتم الكشف عنه حيال مقاربة عملية استخراج النفط والغاز في البحر واستثمار تظاهرة سفينة توتال عند مهمتها وهو الحلم الذي انتظاره اللبنانيون قبل أكثر من نصف قرن من جهة أخرى تتجه الأنظار إلى مجلس النواب لمعرفة ما سيتخذه الرئيس بره في شأن قفل أبوابه جراء الحذر من فيروس كورونا وما يشغل بره وتأمين سلامة النواب أثناء وجودهم في القاعة العامة أو في مكاتبهم خشية حصول أي إصابة بكورونا أما في موضوع الحصول على الدعم المالي من الخارج يساعد الحكومة فلا يمنع بره هنا الحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي شرط أن لا تكون هناك شروط سياسية على البلد ولا منع في رأيه أيضا من وضع شروط اقتصادية على لبنان في حال كانت تحصن مؤسساته وإداراته وتؤمن إرساء معيير شفافية وهذا لا يعد تدخلا مدام يساعد في تحصين اللبنانيين مع هذا المقال من صحيفة النهار أختم هذه الجولة على الصحف فاصل أعلاني ونعود بعده لمتابعة برنامج الحدث ترجمة نانسي قنقر